ربي قراتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الحاديث فاضل السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم وألهقني بالصالحين ذلك من أنباء لغيب نوحيه إليك وما كنت لليهم إذا جمعوا أمرهم وأهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكعيهم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفآمنوا أن تاتيهم واشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغدة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتنا وندبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم من آل القرى أفلم يسيروا بالأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنمجي من أشاء ولا يرد بازنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصدهم عبرة لأولي الألباب ما كان هديثا يفترين ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سورة الرعاة من المدنية وهي أربعون وأربعون آياء بسم الله الرحمن الرحيم عَلِفْ لَمِّي مِّمْرِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابَ وَالَّذِي أُنْزِرَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ نَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الَّذِي رَفْعَ سَمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَلٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَيْ عَلَى الْعَرِشُ وَثَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَبَرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجْلٍ مُّسَمِّينَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِلُ لَآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلُقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان تسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم آئذا كنا ترابا للنار في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلد من قبلهم المذلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لجرير العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنذر عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثي وما تقيض ترحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدير عالم الغير والشهرد الكبير المتعال سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهير له مؤقبات من بين يليه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السهاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من غيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من أشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسد كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكفرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات ولا عطل قل الله قل فاتغت من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرور قل هل يسوي لعم والبصير أم هل تسوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسألة ودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا روابيا ومما توقنون عليه في النير بجغاء هلية نومة عن زبدا مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبدا فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما عولفتلوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأويهم جهنم وبيز المهاد